ونواصل نشرة الثالثة نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي رمسيس 2022 والذي يستمر لعدة أيام بمصر يشارك من الجانب المصري تشكيل بحرية من الفرقاطات والانشاة السواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من تراز F-16 المتعددة المهام والطائرات المقاتلة تراز رافال والميج 29 يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكل من البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية واصق لمهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكل من البلدين